كمان بنكمل مع بعضه من سبور تلتمية وستين مصرية على تويتر كتبوا موعد ظهور النادي الاهلي بالقميص الجديد الكل بلا استثناء مهتم جدا بهذا الامر عشان كده انا حتى بختم المداخلة مع زمينة فروس راح سألته على هذه الجزئية لان الكل مع بداية اي موسم وفرقة كبيرة زي فرقة الاهلي بيبقى البعض منتظر يشوف الديزاين والستايل للتيشرت الجديد لفريق النادي الاهلي وان شاء الله البداية هتكون مع مباراة مصر المقصة في الدوري العام حساب الجمهورية اونلاين على تويتر كتبوا تعرف على طلب الاهلي من الجبلية قبل مونديال الاندي ركزوا معايا في الكلام اللي جاي ده لكلام مهم جدا هو متعلق بقى بفترة القيد الشتوي فترة القيد الشتوي للأسف وانا بقول للأسف ما بين قصين اتحاد الكرة لما عمل منشور القيد وده كانت أزمة في القيد الأولاني والحمد لله لما تكلمنا عن الموضوع ده اتحاد الكرة تدخل وحل الأمر لكن المرة التانية فيه موعد للقيد الشتوي في المنشور اللي اتبعت للأندية وده موجود على سيستيم التيم اس ان القيد من 15 فبراير ل 15 مارس هذا الموعد غير مناسب لأسباب كثيرة اولا لن يتزامن مع موعد القيد الافريقي اللي هتكون في الفترة من 10 يناير ل 31 يناير لن يتزامن مع موعد كأس العالم للأندية لان كأس العالم للأندية فيه موعد مبدأي لإرسال القيمة في الإسبوع الأول من شهر يناير فعشان تبعث القيمة في الإسبوع الأول من شهر يناير انت ما عندكش القيد في يناير فهتضطر تبعث القيمة الأولية اللي انت جاهزتها لفترة الحالية عشان تلعب بها كأس العالم للأندية شفتوا الأزمة والمشكلة فيه نتيجة ان اتحاد الكرة خد قرار وحط القيد الشتوي في فترة بعيدة عن الترانسفير وعن موعد القيد سواء للاتحاد الافريقي أو حتى لبطولات كأس العالم للأندية الفترة الجاي أزمة كبيرة لكن نتمنى ان اتحاد الكرة قبل ما ندخل على يناير 2021 يكون خد قرار وأرسل للاتحاد الدولي وعدل موعد القيد لأن تعديل موعد القيد في فترة يناير هيسمح لك أنك تضيف صفقات جديدة للقائمة الافريقية وأيضا كمان تحضر القائمة المبدئية اللي رايحة كأس العالم في قطر 2021 وانت بصفقات جديدة اللي هتضمها في شهر يناير القادم أي حاجة هتحصل غير كده هتبعت القائمة اللي انت خلصتها دلوقتي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل أكتر كمان مع ترند الأهلي وبرنامج الترند